عاجل جدا التأمينات تعلن صرف معاش بكيمة 2030 جنيا لهذه الفهم اهلا بكم قبل ما ابدأ معاكم تفاصيل هذا الخبر من الجريدة العقرية ادعوكم الاشتراك في الكناء وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك اعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة الكومية للتأمين الاجتماعي ان الهيئة وقعت بروتوكولا مع هيئة الدواء والتأمين الصحي لتحقيق استفادة العمالة غير منتظمة من خدمة التأمين الصحي واضاف عوض ان العمالة غير منتظمة قطاع واسع ومتعدد ومتنوع مشيرا الى انه تم تقسيم هذه الفئة الى عدة قطاعات فيما يخص التأمين الصحي ولفت رئيس الهيئة الكومية للتأمين الاجتماعي الى البدء بعمال التشهيد والبناء وعمال الملحات والمحاجر حيث يدفعون شهريا 154 جنيا نظير اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية الى جانب التأمين الصحي واضح ان هناك 300 الف من عمال المكاولات الذين لديهم وعي تأميني تصرف لهم الهيئة مع عشاة حال حدوث مقروه ويستفيد بهذه المظلة العامل واسرته مشيرا الى انه حال حدوث عجز اوفاء لعامل بسبب العمل وكان لديه مجد اشتراك سلاسة اشهر فقط في النظام التأمين الاجتماعي يحصد على معاش يصل الى 2030 جنيا بشكل شهري وشدد على ان هذا المعاش يمتد صرفه طبقا للقواعد المعمولة بها في المعاشات لزوجته او ابنته حتى تتزوج او ابنه حتى يبلغ سنه 26 عاما اشتركوا في القناة